بسم الله الرحمن الرحيم. انا احنا بجي شرفنا طبعا يكون معنا المهندس عاصم في محاضرة عن طرق التعاقد بالمشروعات الصناعية الكبرى. ان شاء الله تكون محاضرة مفيدة. مهندس عاصم مهندس في حديد شركة حديد عز. خريق هندس اسكندرية ومن اول دفعة الفين واثناشر قسم مدني. حصل على مجلسير الهندسة من جمالة اسكندرية في المنشئات المعدنية. مدير مشروعات محترف وحصل على شعالة منتخص في ادارة العقود وحصل على عديد من الدورات من الجامعة الامريكية. اه في القاهرة. اه يعمل بمجال منشئات المعدنية. مهتم بحماية اه موضوع حماية المنشئات ضد الصدق. صادر بشفونس عاصم وبالتوفيه ان شاء الله. السلام عليكم. اه بشكرك اللي ولا بشفونس محمد بجد يعني على الفرصة الجميلة دي. اه 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 لو الناس سامعة كويس يعني يص الحدي يدينا اي ايكتب ينا يكتب لنا اي حاجة في الشات. انت كان فالك سامعني كويس واشوفabord. بعين وايص فرص وويتعز جدد. صوتا انتخالف يلا بيناي. ان شاء الله المحاضرة مش هتكون طويلة يعني يا اوي ان شاء الله نخد يعني من نص ساعة يعني حاجة بسيطة زيادة. آآ هنتكلم من ارده ان شاء الله عن ايه طرق التعاقد على المشروعات السماعية الكبرى الاول يعني تعريف بسيط عن المحاضر يعني زي ما المنصر محمد كده كان قيل انا عاصم صلاح مدير مشروع بشتغل في المجال المنشآت المعدنية في شركة حديد عيز ومشروعات بتاع شركة حديد عيز انا باكاريريوس همدرسة مدنية وماجستير ستير 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 ودبلومع في الكونتراكت مانجمينت بيمجي سرتفايد وسي سواب ستير 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 وإيه ستير بروفشنال ميمبر دي منظمة امريكية لصناعة السلو اول حاجة كنت عايز اتكلم عن ايه هي الحديات او الحاجات اللي بيتميز المشاريع الصناعية عن غيرها من المشاريع اول حاجة هي السكيل والكمبلكس دي يعني حجم المشاريع الصناعية غالبا بيكون اكبر بكتير من المشاريع السكنية او المشاريع التجارية وكمان التعقيد درجة التعقيد فيها بتكون كبيرة بيكون عندنا تخصصات كتير محتاجة ان هي تتداخل مع بعض بيكون عندنا حتى زي الصورة اللي قدامنا دي من اخر مشروع دي بيكون عندك ديتيلز كتير جدا سواء بقى بايبنج سواء ستيل ستركشور سواء مدني دي اول تشالنج بيواجه المشاريع الصناعية او اول حاجة بتميز المشاريع الصناعية الحاجة التانية برضو اللي بتميز المشاريع الصناعية اللي هي بتكون محتاجة تدخل تكنولوجيا غالبا بتكون اجنبية بنكون محتاجين سابلاير اجنبي بيكون عنده النوهاو بتاع الصناعة اللي احنا بنعمل فيها مشروع وهو ده اللي بيدينا النوهاو بتاع المشروع علشان نقدر ان احنا ننفذه تالت تحدي بيواجه المشاريع الصناعية وبيميزها عن بقية الانواع من المشاريع هي اللوجستيات والشحن انت دايما في المشاريع الصناعية بيكون عندك اجزاء او قطع غيار جاية من وردين خارجيين خارج البلد القطع دي غالبا بتكون معمولة شحن بحري وممكن ان يكون الموقع بتاع المشروع بتاعك ما هواش جنب المينة اللي حينزل عليها الجزء ده سواء بقى بتحتاج ان انت تنقلها بحاجة زي التركس اللي احنا شايفانها دي دي ممكن مثلا تكون محتاجة تجاهزات معينة على الطريق محتاجة ان انت في بعض الحالات بتحتاج ان انت تغيق ممكن تحتاج انت تفك كوبري وترجع تركيبه تاني تحتاج انت تعمل طريق جديد بحيث ان انت تمشي عليه القطع الجيالة جديدة فده برضو احد التحديات الكبيرة اللي بتواجه المشاريع الصناعية واللي ما بتكونش موجودة في المشاريع العادية فده بيخلينا محتاجين ممكن لطرق اكتر شوية في التعاقد وفي المشاريع الصناعية ان شاء الله النهاردة هنعدي على كل الطرق اللي موجودة في السوق اللي بتكون زي تعاقد ما بين المالك بتاع المشروع وما بين الاطراف التانية اللي بتنفذله المشروع احنا هناخد انا هاخد توكيس استوديز كده نبدأ بيهم وبعدين هنعدي على كل باية الطرق اول كيس استودي عندنا هو مشروع اسمه ده منشأة صناعية في السعودية البلان ده من الموقع في الحقيقة يعني المنشأة دي هي اتحاد ما بين ارامكو السعودية وما بين بوسان الكوريا والتعاقد بتاع المشروع ده كان بنظام تحالف كده اسمه ده اول طرق الطاقد اللي احنا هنتكلم عنه هنعدي بسرعة كده نتكلم عن المشروع نفسه هو المشروع زي ما احنا شايفين كده هو عبارة عن مطنع صهر حديد قدرة بتاعته الانتاج سنويا المخططة هي 52 الف طن في السنة المشروع ده بيقع في مدينة اسمها راس الخير في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية المشروع ده بيهدف زي ما قلنا ان هو يعني تعاون ما بين شركة ارامكو السعودية والشركة دوسام هم المنلاك بتوع المشروع المشروع ده بيهدف ان هو ينتج اللي هو الحديد المثقول يعني دي الترجمة العربي بتاعته ده بتصنع منه التروس بتاع المعدات الكبيرة بتصنع منه مثلا حاجة زي العجل بتاع القطارات هو مين اللي هم عايزين يصنعوا به القطع الغيار بتاعت المنشئات البترولية بتاعت شركة ارامكو السورة دي في المشروع الاسبوع اللي فات تقريبا هو زي ما هم شايفين يمكن تقريبا خلصوا جزء كبير او من من الاعمال المدنية والسي سراكشور في المشروع المشروع ده زي ما قلنا ان هو تنفذ بطريقة الالايانس كونتراكتينج ايه طريقة بقى الالايانس كونتراكتينج دي هي حاجة كده شبيهة للجوينت فينشور اللي بتبقى موجودة في المعاولات بس الفرق هنا من الالايانس كونتراكتينج ده بيكون تعاون ما بين اتنين امبلويرز مش اتنين كونتراكتورز هو اتنين ملاك كل واحد فيهم بيكون عنده نوهاو في حتة معينة من الصناعة وبيتحدوا مع بعض في مشروع واحد بحيث ان هما يطلعوا منتج يفيدهم هما الاتنين ويخدم الصناعة تاعتهم هما الاتنين زي ما احنا شايفين في الاتشارت اللي قدامنا دي هو بيكون اتنين امبلوير بيعينوا تحت منهم حاجة اسمها اللايانس ليدرشيب تيم فريق قيادة للمشروع وفريق قيادة ده بيجي فريق إدارة للمشروع تحت منه وفريق إدارة بقى هو اللي بيجيب مقاولين وبيجيب كونسولتنس يعملوا المشروع ده فالمشروع دي زي ما قلنا ما بيبقاش فيه طرف واحد هو اللي عنده انه هاو فيه كله وهو بيكون زي احنا بنخش تجربة كده علشان نحاول نطلع مشروع يدينا منتج يفيدنا احنا الاتنين وميزات النوع ده من التعاقدات هو ان كل الاطراف بتشارك مع بعضها المسئولية ما بيكونش فيه طرف بيدور على مصلحة في اتجاه وطرف بيدور على مصلحة في اتجاه تاني هما الاتنين بيتشاركوا في المسئولية وكمان بيكون فيه زي مزايا أو فوايد بترجع على الطرفين في حالة ان المشروع ده نجاح عيوب الطريقة دي انها بتكون محتاجة ان فعلا الاطراف كلها تكون يعني يعني فعاليا هم نويين على التعاون وبرضو من عيوبها ان هي ما بتبقاش عندك شوية رؤية للمشروع ده هيخلص معاك على كوست كام زي ما قلنا لان هوا شركتين كل واحدة عارفة نوعها وفي منطقة معينة وهم عايزين في الاخر يوصلوا لحاجة تفيد الطرفين الكيس ستادي التانية اللي عايزين التكلم عليها هي مشروع امتداد مصنع مصنع السول بعدنا في شركة حديد عايز السويس المشروع ده الدار بطريقة او يعني التعاقد بتاعة عمل بطريقة اسمها دايريكت مانيجينج او التنفيذ الذاتي برضو هندد نبزة صغيرة كده عن المشروع هو مشروع ده كان مخطط ان هو المشروع ده تنفس للفعل والمصنع اشتغل شهر خمسة اللي فات المشروع ده الهدف منه هو اضافة مليون وستمئة الف طن حديد منصهر في السنة ده شكل حديد منصهر المنتج النهائي يعني التعال المشروع وزي ما قلنا المشروع ده الطريقة اللي اتعمل هو طريقة الدياريكت مانيجينج ان هو إدارة مباشرة يعني ايه داريكت مانيجينج الطريقة دي ان المالك في الحالة دي هو اللي بينفز المشروع بنفسه ما بيجيبش مياه هو بيعين تحت منه الفريق بتاع تنفيذ المشروع من اول البروجيكت مانيجر للبلاينج تيم للديزاين تيم للكونتراكت ماناجرز لأي حد تاني والفريق ده هو اللي بيدير تحت منه الساب كونتراكتورز على طول ما بيكونش فيه هنا مقاول مغاشر بيقوم بالأعمال كلها مميزات الطريقة دي هي في الحقيقة بتنفع كتير في المشاريع اللي بيها طبيعة حساسة أو طبيعة خاصة شوية يعني زي مثلا المشاريع القطوة المسلحة ومشاريع أي هيئة بتبقى مش عايزة شركة أو كيان لوحده ويبقى عارف نهاء وعن المشروع كله أو يكون عنده لوحات للمشروع غيرها فهو بينفع جدا في المشاريع اللي هي بتكون عندها وبرضو من مميزات الطريقة دي هي بتطور مهارات العمال أو الموظفين بتقوعة يعني انت اللي لو انت مصنع زي الكيس بتاعتنا دي انت عايز تعمل مشروع انت اللي تنفزه بالناس بتاعتك الناس بتاعتك دي بعد ما بتخلص المشروع بيكونوا خلاص هما يعني بقوا مؤهلين ان هما يدوروا المشروع ان هما يعملوا مشروع تاني زيه لان هما خلاص خدوا النهاء وبتاع المشروع كله عيوبة الطريقة دي ان الريسك كله تقريبا بيكون رايح على المالك ما بيكونش فيه طرف تاني بيدير كل حاجة سواء بفلوس أو وقت بديتيلز كبيرة جدا علشان الموضوع ما يهربش منه يعني ما يبقاش الميزانية تفتح أو الوقت يفتح منك وانت كده كده انت المالك هذا الوقت يتكلمنا عن طريقتين قلنا طريقة الالاينز كونتركتين وطريقة الديريكت ماندجين طيب هما الطريقتين دول هما احتى يعني اتنين طريقتين من ضمن ثمن طرق للبروجيك ديليفري أو البروكيورمين ديليفري متود الطرق اللي احنا بنعمل بيها التعقدات في المشاريع الصناعية والمشاريع حتى العامة يعني سيئة احنا هنا بنتكلم عن المشاريع الصناعية خاصة عايزين نعدي على بقية الست طرق بسرعة كده حتى برضو ان احنا نقارن كل طريقة بالتانية ونعرف ايه مميزات و ايه عيو بكل طريقة لو خدنا اول طريقة هي طريقة الترادشنال مثل طريقة الترادشنال مثل او زي ما برضو احنا بنسمعها كتير في السوق ديزاين بيت بيلد دي معظم المشاريع بتتنفذ بالطريقة دي انهو بيكون فيه المالك المالك بيجيب الديزاينر بتاعه هو اللي بيعمله تصميم للمشروع وبعد ما بيعمل التصميم كامل للمشروع المالك بيطراحه على المقاولين وبيرسف الاخر على واحد من المقاولين دول والمقاول ده هو اللي بينفذ الاعمال بصاب كونتراكتورز طبعا بعد الرجوع للمالك مميزات الطريقة دي اولا هو ان الامبلوير بيكون متحكم في كل حاجة تقريبا في المشروع لانهو اللي بيعمل الدزاين بالكامل عن طريق الكونسلطنت بتاعه وممكن يراجعوا وخلاص بيرسوا على طريق تنفيذ للمشروع وبعدين بيطراحوها لمقاول فهو خلال بيبقى معاه كل خيوط المشروع وبرضو المميزات الطريقة دي انهاية لما المشروع ده بيتطرح بيجيلك من المقاولين بتكون قريبا قوي من بعد لان انت عندك كل مقاول فيهم عنده الديتيل ديزاين او يعني شبه الديتيل ديزاين مش للمشروع فمفيش واحد فيهم هيبتكر نوع حاجة زيادة جديدة واحدة زيادة كمية اكتر كلهم بينفذوا نفس الحاجة بيتعاروا نفس الحاجة ففي الاخر هيجيلك قريبة من بعض جدا في السعر عيوب طريقة الديزاين بتبيلد دي ان هي شوية بتاخد وقت شوية لان انت بتحتاج ان انت تخلص الديزاين كله وبعدين تبدأ ان انت تترح المشروع فوقت الديزاين ما بيحصلش فيه اوبرلاب مع وقت التنفيذ وبرضو من عيوب الطريقة دي انه ما بيكونش فيه اي انبوت للمعاول يعني انت ابتداش تستفيد باي خبرة للمعاول سابقة فالنوعية دي من المشاريع مين بيستخدم الطريقة دي عندنا في مصر او حتى في الوطن العربي اشهرهم شركة اوراسكوم وشركة تريبل سي وشركة حسن علام تقريبا كل الشركات بتشتغل بالطريقة دي كمان الطريقة التانية عندنا هي طريقة زيناند كونستراكت اكيد برضو كلنا بنسمع عن الطريقة دي طريقة زيناند كونستراكت هي مختلفة شوية عن الطريقة اللي فاتت ان الطريقة دي الامبلوير بيدي الدزاين المقاول هو اللي هو اللي يصمم يعني انت هو بيدي بس فكرة عامة عن المشروع او بيدي يعني المشروع انا عايز انفذ مثلا واحدة انتجية بتنتج كم متر يعني كمية معينة في الساعة بمواصفات معينة لكن مريش دعوة بالتفاصيل مريش دعوة هيستخدم كم متر مكعب خرصانة مريش دعوة هيستخدم انواع ايه من السيور مريش دعوة هيستخدم جريد ايه مثلا من الستيل دي بتاعة المقاول والمقاول هو اللي بيعمل ديزاين وهو اللي بيزنفذ ومميزات الطريقة دي عن الطريقة اللي فات ان في الحالة دي بيكون عندنا طرف واحد هو المسؤول عن كل حالة لو حصل اي مشكلة بعد كده في المشروع انت عارف ان انت هتروح لجهة واحدة انت اللي صممت وانت اللي نفذ فانت المسؤول عن ان انت تصلح المشكلة دي وبرضو تاني حاجة ميزة للمطريقة دي هي الارلي كومنت ان انت بتقدر تبدأ المشروع في مدة اقل شوية ليه لان انت بتقدر تعمل اوفرلاب ما بين ديزاين وما بين كونستركشن لان بما ان المقاول هو اللي بيصمم فهو بيقدر ان هو مثلا يخلص تصميم واحدة ويبدأ ينفذها على بال ما الوحدة التانية تصمم فيخش ينفذها فبيكون فيه اوفرلاب ما بين الدزاين وبين التنفيذ على عكس الطريقة اللي فات ايوب الطريقة دي ان هي بتحتاج شوية لسبب لان انت محتاج تعمل مصبوط وبعدين بتطراحوا على المقاولين والمقاولين بيردوا بنوتس ان الحتة دي انا مش واضحة او اتنين عاطين حاجتين مختلفين تماما عن بعض فبيكون فيه رايح جاي كتير شوية في الطريقة دي ده بيدينا فترة طرح اكتر شوية في المشروع وبرضه من عيوب الطريقة دي ان وارد المقاول يطوع الدزاين بتاعه بحيس ان هو يخدم السعر هي حاجة كويسة وحاجة وحشة في نفس الوقت هو كويس ان المقاول ممكن يطلع لك افكار جديدة الافكار دي تساعدك ان انت تنفذ الحاجة بكواليتي احسن بتكلفة بس العيب ان هو ممكن في التفاصيل الصغيرة ويستخدم ماتيريال يعمل حاجة تانية تؤدي الى عيوب في المشروع علشان بس هو يقلل السعر في ياخد الترس عليها هو المناصر اشهر المعاولين بيستخدموا الطريقة دي شركة بي سيكس الفرنسية وشركة دابل سي دي في الخليج وعندنا هنا شركة طرعت مصطفى طبعا برضو في مشاريع زي رحاب ومدينتي والمشاريع اللي بتبقى دزاين ومشاريع تالت طريقة عندنا في طريقة يعني ادارة المشاريع أو يعني المشاريع هي طريقة دزاين كونستراكت انبنتين الطريقة دي زياد عن الطريقة اللي فات في المنتين هي نفس التشارت تقريبا ونفس الفكرة بتاعت الطريقة اللي فاتت هو المالك اللي في حالة دي بيطرح المشروع المقاول بس بيشترط عليه كمان مدة معينة من الصيانة للمشروع بالمناسبة في مشروع مشهور تنفس بالطريقة دي هو البورجيم بتوع البنك الاهلي على المقاول زي ما قلنا المالك بيطرح المشروع ده لمقاول هو اللي يعمله ديزاين بعد ما يكون اعطيله تصميم مبدئي المقاول بيعمله ديزاين وبيكون مسؤول كمان عن صيانة المنشأ ده لفترة معينة عشر سنين خمس سنين على حسب الاتفاق مميزات الطريقة دي نفس الميزة بتاعة الطريقة اللي زيها بس الهيات زينا بلد ان انت بيكون عندك طرف واحد هو المسؤول عن كل حاجة فبتكون الدنيا اوضح شوية وكمان بيكون في ميزة ان انت بتسمح للمقاول ان هو يدي لك حلول مبتكرة لان هو المقاول هو المسؤول عن الصيانة فبالتالي هو مش من مصلحته ان الحاجة دي يحصى فيها مشاكل بعد التشغيل علشان يزود عمر المنشأ ده بعد كده عيوب الطريقة دي ان هي عدد المقاولين اللي يقدروا ان هما يدخلوا منقصات بالطريقة دي اقل ده اول عيب عندنا ما فيش شركات كتير في مصر بتشتغل بطريقة وبرده كمان بتكون محتاجة من المالك من الاول كده ان هو يكون حطة واضحة جدا للمشروع والامتة محتاجة النادي تتصاين فده احد العيوب ان انت لازم يكون عندك محترمة تقدر بيها ان انت تفضل مع المقاول ده مثلا عشر سنين بتعاقد شغال عشر الشركات اللي بتشتغل بالطريقة دي شركة زي الفاطيم وبرده شركة سام مصر في مجال البترول وشركة بترومينت في مجال البترول الشركات دي بتبني وتصمم وبتبني وفي نفس الوقت كمان بتعمل صيانة المنشأ بعد ما بيشتغل رابع طريقة عندنا هي طريقة الكون برضو الطريقة دي بدأت تدخل عندنا في مصر وبدأت نسمع عنا كتير الطريقة دي ان المالك هو بيجيب الكون تحت منه عادي يعني بيتعاقد مع المعاولين مثلا مقاول مقاول مدني مقاول 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 كهرباء وبيجيب مكتب الكون بتاعه اللي بيعمله ديزاين للمشروع بس الفكرة هنا انه هو بيجيب كمان تعمله بيجيب شركة هي كل دورها ان هي تدير العملية الانشاء هو ما بيكون مطلوب منه انه يدير عملية الانشاء المميزات بتاعت الطريقة دي ان المالك في الحالة دي بيشفت كل الريسك بتاع ادارة المشروع على طرف بيكون خبير المكتب ده او الجهة دي هي كل خبرتها في انها بتدور مشاريع ما بتنفز داشت بنفسها بس بتدورها وبرضه بيكون عندنا ميزة انه بنقدر انه نبدأ المشاريع بدري بما ان الجهة دي خبيرة في ادارة المشاريع فهو بيقدر ان هو ينصق ما بين المصممين والمقاودين اللي بينفزه يقدر ان هو يخلي المصمم بتاع الجزء ده يبدأ بدري فلما الجزء ده يشتغل حد تاني هو اللي بيعمل تصميم بالجزء التاني والمقاود التاني يبدأ وراه فبيقدر يبقى فيه اوبرلاب ما بين التصميم والتنفيذ عيوب الطريقة دي برضو ان ما بيكونش فيه هنا عكس الطريقة اللي خاتت هنا ما بيكونش عندك طرف واحد هو المسؤول عن اي مشكلة بتحصل ما بتكونش عارف المشكلة جاية من انه مصمم فيهم ولا من انه مالك فيهم ولا من ال نفسه وكمان المالك بيكون عنده جزء كبير من ال ريسك هو لسه في الاخر ريسك معظمه عند المالك هو مجرد المكتب ده مجرد بيدور المشروع لكن لو المشروع تأخر لو البودجت زادت اي حاجة من دي حصلت ال مانجر او مانجر ده ما بياخد ما بيشيل حاجة فان ريسك ده اشهر الشركات اللي شغالة بالطريقة دي شركة تيرنر الامريكية ودار الهندسة هنا في مصر وفي الخليج حتى بيعملوا مشاريع كتير اوي وبرضو الشركة اللي برضو تعود اكتبير اوي في السوق المصري عند الوقت شركة هيل انترناشنل هي بتاخد مشاريع الانترناشنل الطريقة الخمسة عندنا هي طريقة الطريقة دي هي شبيهة للطريقة اللي فاتت بس في الحالة دي الكونتراكتور هو اللي بيقوم بدور الكونتراكشن ماناجر هو غالبا المشاريع دي بتكون مشاريع كبيرة جدا او مشاريع معقدة اوي وانت بتبقى عارف ان هما في عدد قليل اوي من المعاولين في العالم حتى اللي بيستخدموا طريقة الكونتراكتور انت بتروح للمعاول ده بتديله الموضوع زي ترنكي كده مش عارف قد ايه وابدأ انت ننفذ الكونتراكتور ده هو اللي بيعمل ديزاين وهو اللي بيعمل كل حاجة وحتى بيكون دايما معاك مان سبيشيليست سابورتي يعني حاجة مثلا زي مشروع مكتب سكندرية انت بتروح تجيب اكوستيك كونسولتان يعني استشاري بتاع صوتيات بسان هو يزبط حتة العز اللي بتجيب استشاري في موضوع مثلا نازح مياه المياه اللي تحت الارض هو المشروع انت كاونر بتدي لمن الكونتراكتور واحد بيقوم بكل حاجة وميزات الطريقة دي ان هي بيكون لأرحاب المصلحة لستيك هولدر لان هو نفسه هو عنده خلاص الشبكة بتاعت لستيك هولدر بتاعته وبيعرف ازاي يدور الدنيا بينهم بحكم ان هو احد المقاولين الكبار اللي في العالم في الموضوع ده وكمان بيكون عندك كبيرة للا ان انت زي ما قلنا برضو هو مقاول واحد جهة واحدة هاي اللي بتدور كل حاجة في المشروع فبالتالي سهل جدا بين الاطراف اللي جوه اللي جوه بتاعته في العالم وحنحنشوف دلوقتي من اشهرهم وكمان انه بيكون في مبلغ زيادة في الكوست بتاع المشروع بسبب ان المقاول ده بيحط مرجن للمانجمنت هو غالبا المقاول ده ما بيكون ش بينفز اي حاجة بنفسه هو بيكون عنده فرق من المقاولين الكبار اللي بيشغالين تحت منه وهو بيحط الطريقة دي هو مثلا بارسونز الامريكية وبكت الامريكية زي ما قلنا وفلور كوربريشن زي ما قلنا الشركات دي هم اربع خمس شركات في العالم كله هم اللي بتكلموا في الكاتيجوري دي من المشاريع والشركات دي بيكون عندها لكن غالبا ما بيكون ش هم اللي بينفزوا المشاريع في معظم الحالات بنفسه احنا اتكلمنا عن حدلتي عن خمس طرق من الثمانية وكنا اتكلمنا عن طريقة الالليكت ماناجينج والاللايينز كونتركتنج في اول الوابين اخر طريقة عندنا هي طريقة البابلك برايفت بارتنرشيب اللي بنسمع عنها كتير قوي التريبل بي الطريقة دي بتستخدم امتى هي يعني الطريقة دي بتستخدم لما بيكون عندنا قطاع حكومي عايز ينفذ مشروع بس مش عايز ان هو اللي يكون الممول الرئيسي بتاع المشروع او حتى مش عايز يكون هو الممول اصلا بتاع المشروع هو عايز ان هو ينفذ مشروع وبعدين يبقى يدفع تماما الحالة دي القطاع الحكومي ده بيروح لشركة بروجيكت فيكل او برايفت فيكل شركة مساهمة خاصة شركة دي بيكون الفلوس بتاعتها جاية من مولين وجاية من بنوك والشركة الخاصة دي بتجيب تحت منها الاول بنفذ المشروع وكمان بتكون عندها الزراع تاني هو اللي بيدور المشروع بيعمل للمرفق العام او المصنع ده بعد ما بيشتغل هو في الغلب المشاريع اللي بتتنفذ بتاري تكون مرفق محطة كهرباء محطة مية وبرضه ممكن يتعامل بيها مشاريع صناعية مميزات الطريقة دي زي ما قلنا ان اولا فيها انت في الحالة دي الشركة الخاصة اللي بيتيجي تنفذ وتعمل ادارة للمشروع يعني للمشروع الشركة دي بتعمل وتعمل وبتمول المشروع وبتعمل وبتعمل صيانة وبعد من السنين عشرين سنة مثلا الشركة بتنقل تاني المشروع للجهة الحكومية وبرضه بيكون عندنا ميزة تانية هي ان الجهة الحكومية ما بتدفعش فلوس غير بعد ما بيكون المشروع اتنفذ واشتغل وجاب العقد بتاعه كمان وتصين وجربنا في كل حاجة فهي كده نبتشيرش اي ريزق تقريبا يعني لاتاخدوا بالكو ايه اول مشروع يتنفذ بالطريقة دي يعني مش عارف الناس تكون عارفة ولا بس اول مشروع يتنفذ بالكونسبت ده كان مشروع قناة السويس لان مشروع قناة السويس كان هو فكرة فرنسية وتنفذت بشركة انجليزية فرنسية والشركة دي بعد ما عملت المشروع طبعا كان معمول بعملة مصرية بس الشركة اللي نفذته هي شركة اجنبية الشركة دي كانت اواخد حق انتفاع للمشروع لمدة معينة تسعة وتسعين سنة والمفروض ان بعد المدة دي متعدي كان المشروع يرجع تاني ملك الحكوم عيوب برضو الطريقة دي اولا ان هي بتكون تكلفة العطاء عالية جدا لان احنا زي ما قلنا المشروع ده ممكن يقعد ميت سنة او ممكن يقعد في حالة زي المشاريع المرافق المية او الكهرباء الهاجي دي بيبقى عشرين سنة او خمستاشر سنة الجهة الخاصة دي بتاخد المشروع حق انتفاع فانت بيكون لازم ان انت تبقى مزبط ومزبط مرحلة اللي عطا كويس قوي علشان انت المشروع مدته هتبقى عشرين سنة المشروع مش مجرد ما هو بيتسلم كتمفيز وخلاص لا ده لازم انت بتستلمه منه بعد ما بيكون دوره وبيكون جاب العائد بتاعه وبيكون صينه وبيكون عمله ريفربش منت ورجع ولك تاني كافتاع حكومة وبرضه من عيوب المشروع ده ان انت بتكون محتاج ان كل الاطراف اللي في المشروع تكون عارفة الثقافة بتاعة مشاريع تريبل بي اللي هي ما كانتش منتشرة اول ان المشاريع دي مشاريع لازم تتعامل معاملة خاصة غير بقية الانواع التانية من المشاريع مين اشهر الشركات اللي بتشتغل بالطريقة دي في الخليج شركة موت مكدونالد وشركة فينسي كونسيشنز استحوازات فينسي وشركة حسن علام هنا في مصر بتعمل مشاريع كتير دلوقتي حاليا بطريقة التريبل بي هي وشركة قرسكم طيب احنا كتير بنسمع عن التريبل بي ومسلا طريقة اسمها البي او تي هو الحقيقة فيه ست طرق لل التريبل بي اولهم هم او هي اشهرهم هي طريقة البي او تي التريقة دي القطاع الخاص او الشركة الخاصة دي بتبني المشروع من الصف بتعمل بتشغله بتبني مثلا المرفق خلينا اتكلم محطة مية هي بتبني محطة المية بتشغل محطة المية لمدة معينة من الزمن حسب التعاقد عشر سنين مسلا وبعد العشر سنين ده دول بترجعهم تاني للحكومة بعد ما بتكون حصلت الفواتير من المستخدمين الاند يوزرز هي اللي بتكون مسؤولة عن تحصيل الفواتير زي برضو احنا بنشوف مثلا في مصر شركات الغاز ناتجاز او اي جي جاز دي شركات شغالة من نظام البي او تي هي شركة بنت المشروع بنت الشبكة وبتشغلها وهي اللي بتتحصل الفلوس بتاعتها لحد مدة معينة من العقد بعد كده المفروض ان المشروع ده بيتنقل للحكومة تاني تاني طريقة هي البي دابل او تي خلينا برضو ناخد نفس المثال محطة مية الشركة تيجي تبني محطة المية العقد بتاعها بيقول ان هي كأنها بتشتري من الحكومة محطة المية بتتملكها وبعدين بتدورها وبعد مدة معينة من الزمن لازم ترجعها تاني الحكومة هي ايه الفرق طيب ما بين ايه الفكرة ان هي تملكتها هي الفكرة بتكون مالية اكتر ان احنا الشركة دي بتقدر ان هي تضم المرفق ده كأنه من الاملاك بتاعتها فبتقدر ان هي تدخل احجام مشاريع اكبر بما ان هو من ضمن الاملاك بتاعتها بتقيم كأنه اسد عندها تالت طريقة هي ال بي ال او تي دي شبه الطريقة اللي فاتت بس في الحالة دي القطاع الخاص هو بيبني المحطة المية بيأجرها من الحكومة بيدي الحكومة ايجار كل شهر على المحطة المية دي وفي الناحية التانية هو بيحصل فواتير من الاندي يوزرز بيشغلها لمدة معينة من الزمن وبعدين بيعملها ترانسفير تاني للحكومة الربع طريقة من الست طرق هي طريقة ال باي او تي خلينا برضو نتكلم كأنها محطة مية عندك محطة مية حالتها كحكومة يعني حالتها تدهورت محتاجة كبيرة شوية انت مش عايز انت تقبزت فيها بتيجي الحكومة تطرح محطة المية دي بطريقة ال باي او تي بيجي القطاع الخاص يشتري محطة المية دي على وضعها بيتملكها لمدة معينة من الزمن بيتطورها وبيبني فيها بيحط فيها الانفيسمنت اللي خليها ترجع تاني تبقى ربحية بعد مدة معينة من التشغيل بيعملها ترانسفير تاني للقطاع الحكومي بعد ما بيكون حصل فواتير من الطريقة الخامسة هي طريقة البي دبل او الطريقة دي شبه الطريقة التانية بس ما فيهاش ترانسفير الطريقة دي برضو زي لو محطة مية هي الشركة بتيجي تبني المحطة وبتتملكها من الحكومة وبتدورها بس ما بترجعهاش تاني للحكومة والحكومة بتحافز بما ان هامير فقعام بتقدر انها تتحكم في قصة انه ما يبقاش فيه احتكار بانه بيكون مثلا فيه كزا محطة معمولين بالطريقة دي وبيكون فيه شوية قواعد وقوانين ان انت تقدر تزبط بهم اسعار المنتج النهائي بتاع اخر طريقة عندنا في هي طريقة ال بي او برضو الطريقة دي شبه طريقة عندنا بس مفهاش ترانسفير الطريقة دي بيكون مثلا عندنا مصنع وليكن مصنع صلب ما بيحققش النتائج بتاعته ما بي مفهوش ربحية محتاج كبيرة فانت كحكومة وانت دي صناعة استراتيجية عندك فانت عايز ان انت تقومها تاني بس ما تدفعش انفتسمنت كبيرة في الحالة دي انت بتطراحه وللبيع بيجي قطاع خاص يتملك المنشأ ده بيبنيه تاني من اول او بيحط فيه انفتسمنت وبيطوره وبيغير المعدات اللي فيه وبيدوره بيعمله اوبراشن وبس ما بينقلهوش تاني للحكومة دول هما الست طرق البطانة بتوع الـ BBB انا كنت بس عايز انهي بما ان احنا كنا منتكلم عن ايه هي طرق ادارة المشروع من ناحية البروكيورمنت استراتيجي وبروكيورمنت دي بما ان احنا عندنا اطراف كتير بتبقى مشتركة في المشروع فكان طخ ستيف جوبز كان قال شكرا 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 لو حد عند وسألة احنا موجودين يا ريت لو حد عند سؤال بحيث نفتح المايك او في الشات يا شكرا التنفيل باش مهندس زيد بيسأل عفوا لو سمحت هو يعني ما سمعتش المصطلح بتاع بل كده بس هوا هي فريك راسيبك من مسميات هي فكرة الالاينس كنتراكتينج ده ان انت بيكون شركتين الشركتين بيقوموا بالمشروع كل واحد عنده الحتة بتاعته في النوا هو اللي في الاخر بيوصلوا بيها في الاخر لمشروع لأرباح او عوائد عليهم هما الاتنين دي ممكن تكون لها مثلا ديزاين بيد 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 ممكن تكون ديزاين بيد ممكن تكون على حسب ايه تمام اخد عند سؤال نفتح المايك او في الشات اللي ما نختم ديزاين وانس عبد الرحمن فارس بيسأل اشكرك على المجبود وشارح شكرا يا عندسا هستأذنك في البي دابل او هل الشركة ممكن تبقى حكومية هي عن متى ان هي شراكة بيتقال عليها حتى كده شراكة بين القطاع الخاص وقطاع العام بيكون القطاع العام متمثل في الجهة اللي بتطرح المشروع وبتستفيد منه في الاخر بعد ما بيتعمله نقل في حالة في حالة البي دابل او ما بيحصلش في الاخر ما هي بتكون الحكومة عايزة تبدي مشروع زي مثلا زي ما قلتلك كده مصنع ما بيحققش الارباح بتاعته فبتيجي الحكومة ومصنع ده حكومي حاجة شبه الخص خاصة انت الحكومة عايزة تبيع المصنع ده الجهة الخاصة دي بتعمله بس بعد ما تكون طورته وبتتملكه ما بترجعه تاني للحكومة يعني رب اكون اقدر توصلك من الصور المهندس محمد سيد رب يا كرم يا كندس مهندس سامر بي نورد امريكا نوت شورين جي سي مهندس سامر هو صديق يعني هو شغال في برسونز بالمناسبة والله مهندس سامر يعني اللي عرف ان برسونز شغال في الخريق بقوة يعني اعرف ناس شغال في برسونز في الامارات وناس شغال في السعودية بس حضرتك قدر يعني حضرتك في شركة الام نفسها يعني في امريكا شكرا يا مهندس أحمد خلف احنا ممكن نفتح المايك حتى كمان مهندس محمد لو انت تحب هل الممكن تطبيقهم على المشاريع الخاصة هي برضو هي شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فهي لازم يكون فيه جهة من الاتنين قطاع حكومي مش هينفع شركة قطاع خاص تطرح مشروع في البورصة عشان تنفزه وانت رجع اله تاني الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص شكرا مان سيد طبعا يعمل ويتفضل يعمل مدخل او اي سؤل المايك مفتوح للجميع يعني لو اي حد عايز يعمل مدخل او سؤل يتفضل شكرا يعمل مدخل منصاصم مع حضرتك عبد العليم مش معنصاصم عليم ازاي حضرتك بالنسبة للسؤال اللي بتطرح انا حضرتك اللي هو اللي حضرتك ذكرتهم في المشاريع التريبل بي انا افترض مثلا مثلا زي مثلا الفيديك جولدين بوك الدي بي او او ال اي بي سي السيلبر بوك اللي هو ترنيكيا اعتقد ان الفيديك اساسا كانت الفكرة الاساسية اثناء وضع هذي النمزج من العقود ان هو كان بينظر على طبيقهم في المشاريع الخاصة وحضرتك تصحح بالضبط انما ما ينفعش بين جهاتين خاصتين لا مشاريع التريبل بي لازم اتفضل اتفضل اه لا بقول لها حقيقة ان المشاريع هي التريبل بي فكرتها ان هي شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لان القطاع العام هو اللي الحق ان هو يطرح مشروع يأسس شركة خاصة ويترحها في البورصة علشان تنفذ الاعمال دي يعني اشهر طريقة اكتر الحاجات بتتعامل في التريبل بي ان الحكومة بتعمل شركة خاصة ممكن ان الشركة دي يعني تؤسس مخصوص علشان تنفذ المشروع والدورة فده الابشن ده مش موجود في القطاع الزاوص طب مثلا لو هنقول مثلا ان مثلا في ديزاين ايديا مثلا لانشاء مول تجاري مثلا الانتفاع منه او الارباح بتاعت مثلا الاجارات وهكذا هتعود بالنفع على فرض معين فهل نقول مثلا ان كامبلوير مثلا هتكلم كامبلوير تمام او كاونر هطرح المشروع ده بنظام مثلا الدي بي او او البي او تي الكونتركتور او او يعمل التصميم والتنفيذ وينتفع بالارباح العائدة من مثلا من اجارات المول هذا وهكذا وينقل لملكياته بعد كده مقابل ان انا مش هتفعله مثلا قيمة مستخلصات او قيمة اللي هيعمل خرج فاهمني في النقطة دي او فاهم حضرتك انا انا برضو انا برضو خبرتي مش كتير في مشاريع تريبل بي وممكن حد غري هو اللي يكون يرفت فيها اكتر بس مشاريع تريبل بي شرطة اساسي فيها انها يكون القطاع الحكومي هو الطرف الاول الطريقة اللي هيكبط لها ما هي ممكن تمشي انت ممكن تخشف شراكة مع حد تاني ويبقى العقد بتاعكم بيقول ان هو يدور المشروع المدة معينة وهو اللي ياخد الارباح بتاعت المشروع وفي الاخر المشروع بتاعتكم انتم الاتنين لكن مشاريع تريبل بي هي مشاريع حتى ليها قانون لوحدها مثلا في مصر هي ما بتدرش حتى بطريقة العود الادرية او العود الحكومية هي لها قانون خاص بها هي قانون حتى القانون اسم وتشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لكن ما فيش بتفضل عن دس القانون ده استاذ الحالك لو تقول لي اسم وظهر بيحس يسر عليه حبعت لك يعني ممكن بعد المحاضرة على الجروب بتاع بيم عربية حكتب لحرارك رقم يعني على طول يعني مش حافظ الرقم صراح ان شاء الله طيب هستأذن المهندس وبرضو انا ممكن ازود ان القانون ده ليه تعامل لان في الاول اول ما ظهرت المشاريع تريبل بي في مصر كانت معظم الشركات اللي بتدخل في مشاريع تريبل بي بتكون شركات اجنبية او بيكون مثلا مشاريع جاية بتمويل من برا او تمويل من البنك الدولي فالشركات الاجنبية كانت بتتخوف عقد ما بين شركة حكومية وشركة خاصة ده بيطبق عليها القانون الاداري القانون الاداري المقاولين المحليين بيتخوفهم فبالك بمقاول جاي من برا فنتيجة ان المقاولين دول بدأوا ان هما ما بيخشوش المشاريع دي الحكومة اضطرت انها تعمل قانون خاص للتعاقدات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لها مشاريع هجيب لحرارة الرغم القانون على طول بعد وبنلاقي الشروط دات مطبقة فعلا في صورة العقد اللي بتبقى بين الاطراف دي الحكومة يعني مستحيل يكون القانون الاداري اللي هو 182 بيتطبق عليها ويكون القانون الحاكم للعقود ديت مستحيل لما نقرر العقد دات مستحيل يكون قانون 182 اللي بتطبق عليها فعلا صح لا قانون 182 سنة 2018 ده بيطبق على المشاريع اللي بالانواع التانية بس بيكون فيها طرف احد الطرفين هو الحكومة برده بس مش ممكن ممكن بس في احد الطرفين حكومة ففي الحالة دي انت بتعمله بتمشي طبع قانون 182 سنة 2018 لكن في حالة ان انت بتعمل مشروع زي في محطة معالجة الصرف المترو الحاجات دي كل دي دي مشاريع شركات اجنبية بتبقى داخلة مع شركات مصرية تنفذ المشروع وبيكون لها شركة خاصة هي اللي بتدوره كمان ففي الحالة دي مش هينفع انها تمشي بطريقة القانون 182 سنة 2018 اللي انت نحاك عارف ان القانون ده في كل حاجة راح من ناحية الحكومة بالزبط بالزبط يعني انا مش متذكر حتى سنة الاصدار بتاعت والسياة سنة الاصدار بتاعت تريبل بي قريب برضو 2017 حاجة زي كزا حبعت لحضرتك رقم من القانون بالزبط اكون شاكر لحدك جدين واستأذن لو احد من المتابعين معاه رابط الجروب يبعته بحيس ان انا هدخل على الجروب تمام موانس محمد ممكن لو نحط الرابط على الجروب على المساج زينا او لو حضرتك عندي على لينك ديين ممكن هتشوف رابط الجروب في البوست اعمل لحضرتك كونيكت على لينك ديين تمام شكرا جدا لمداخلتك والله يعني المداخلات دي بتثري الحديث العاف والعاف المنصاص شكرا جزينا حضرت لو حد تاني عنده اسئلة موجودين السلام عليكم يا باش محمد السعاسم وعليكم السلام وانسا تسلم على المشاركة الحلوة عندك سؤال اتفضل مثلا العقود اللي بتعملها زي الشركة دي بي وال هي بتتثمر على المواني البلدان التانية ويعني وتكون مشتحدة على 30-40 سنة بعد ذلك بتخلي الميناء للوطن الأم ف زي الشركة دي بي وال ده يعني أبو عملا شركة بتنفذ مواني في كل حتة دي صح صح فأنا بسفسر لها يعني نوعية العقود حجة هل سيكون الوطن الوطن أعتقد جداً من السوق من السوق ناني نعدي عليه حتى في الشوق صح 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 تمام تمام شكراً شكراً جداً من السعيد للأضوح الله سبحان 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 أنا خطت رابط الجروب بتاع الواتساب خطت بمعريبة يعني عشان لو هنشير عليه أي حاجة بإذن الله وبرضو على لينك ده آآ أي حد لو جروب جروب التليجرام برضو ينسك ماشر أوكي وهنحط على جروب التليجرام هو كان المهندس عبدالعين بيستعر على جروب التليجرام أنا طب أوكي هنشيره ثانية واحدة لو حد عنده أي سؤال يتفضل بنحب الإضافات بتاعت الإضافات أحسن المحاضرة ما شاء الله يعني في إضافات ثرية ما شاء الله آه من شاء الله ناس خبرات كبيرة يعني حتى ممكن ناس خبرات في حاجات أنا مش خبيل فيه آه الواحد هيفضل كل يوم يتعلم يعني مع الله بالزبط آه بالزبط ناحي الواحد بيشير يعني ويستفيد من آه آه إحنا في أزنب بردو استفدنا من مدخلاتهم طبعا وإن شاء الله بإذن الله يعني في لقات قريبة بإذن الله وبينارز تانية إن شاء الله وأي حد حيبي يشترك أو عنده علم حيبي ينشره آه ما يترددش إنه هو يتواصل معيني يعني إن شاء الله ومصبات وبينارز بإذن الله الناس كلها تستفيد مني إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيزيز شكرا شكرا وإن شاء الله وإن شاء الله برعاية السلام عليكم السلام عليكم